موسيقى مشاهدين كرامة مرحبكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح مرحبا بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يسرني فعلا أن أتواصل معكم في هذه الحلقة ونناقش موضوعا مهما جدا جدا هذا الموضوع هو القيم الإسلامية والقيم الإنسانية لماذا هذا الموضوع في هذا التوقيت بمناسبة لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي ماكرون وجاءت سيرة القيم الدينية لكن طبعا المقصود بها هي القيم الإسلامية فكان السؤال من الأعلى القيم الإسلامية أم القيم الإنسانية في هذه الحلقة سيكون معي الضيف العزيز الأستاذ مجدي خليل أرحب بك ضيفا على هذه الحلقة في موضوع جد مهم القيم الإسلامية والقيم الإنسانية تفضل أستاذ مجدي أهلا بك أخ رشيد وأهلا بجميع مشاهديك يعني في معرض هذا الجدل بين يعني من يمثلون تيار الديني وطبعا في شخص السيسي وماكرون عن وضعية القيم ماذا قال السيسي بالضبط حتى نعرف الموضوع نؤصل له في البداية ثم كيف رد عليه الرئيس الفرنسي ماكرون الرئيس ماكرون يعني في البداية لازم نعرف حاجة أن كل حاجة واضحة أنها كانت معدة سلفا للرئيس السيسي ومجهزين له السؤال قبل نهاية اللقاء الصحفي بينهم هما الاثنين طرحت الصحفي من اليوم السابع المصرية وهي جريدة تتبع المخابرات المصرية طرح سعال على ماكرون بيقوله إحنا دلوقتي على موضوع الرسوم الكاركاتيرية طبعا ماكرون الرد المعتاد أن إحنا فرنسا مش مع هذه الرسوم ولا تمثل فرنسا ولا تمثل الدولة الفرنسية ولكنها تمثل الرسام اللي رسمها وهو له حرية كاملة في فرنسا لأن إحنا بلد حريات وحق الرأي والتعبير هو حق متاح هنا بقى تدخل السيسي هنا بدأت التداخل بين السيسي وماكرون وحط السماعة السيسي طبعا كان مستعد وكان جاي وكان واضح أن الأظهر هو اللي محضر له كل شيء كل شيء متحضر يعني فراح السيسي قال له علق السيسي وقال القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية ومن أي شيء آخر ملخص ما قاله السيسي لأن القيم الإنسانية منصنع الإنسان ويمكن تغييرها بينما القيم الدينية أصلها سماوي إلهي ومن ثم فهي مقدسة وطالب باستثناء نقد الإسلام من حرية الرأي والتعبير هذا مضمون ما قاله السيسي بالنص طيب ماكرون رد علي قاله ماكرون كان واضح جدا كمان رسالة ماكرون كانت واضحة قال قيمة الإنسان تسمو على أي شيء آخر ومن هنا جاءت عالمية حقوق الإنسان التي تأسست عليها شرعية الأمم المتحدة ولا شيء يفوق احترام الإنسان واحترام كرامة الإنسان وقال تاني في عالم السياسة لا يدخل الدين وليس من حق أي دين على الإطلاق أن يعلن الحرب بسبب السخرية منه وإذا اعتبرنا ما هو دين يعلو على ما هو سياسي لن تعود الأنظمة الديموقراطية بل دينية النظام السياسي لا يقوم على الدين أساسا هذه حقيقة ما قاله نحن لا نطبق الشريعة الإسلامية في فرنسا بل نطبق قانون شعب صاحب سيادة اختار ذلك بنفسه ولن أغير القانون لأجلكم ولن أغير القانون لأجلكم هذا نص ما قاله السيسي وما قاله ماكرون طيب السؤال الذي يطرح نفسه إيه دلالات كلام السيسي يعني سمو القيم الدينية على القيم الإنسانية بل على كل شيء إيه دلالات هذا الكلام ما معناه هل هو مدرك لمعناه وإيه دلالاته عند الناس قبل ما نتكلم عن دلالات كلام السيسي ودلالات كلام ماكرون دلالات كلام السيسي تحديدا نتكلم عن السيسي وماكرون السيسي وماكرون كل واحد جاي من عالمين عالم مختلف عالمين مختلفين السيسي جاي من عالم العصور الوسطى بكلامه وماكرون من عالم العالم المعاصر ومن أرضيتين مختلفتين السيسي من الأرضية الدينية أرضية الدولة الإسلامية الدينية أما ماكرون في أرضية الدولة العلمانية الوطنية الحديثة ومن فلسفتين مختلفتين أيضا فلسفة الإصلام الإسلامي وفلسفة التنوير الأوروبي وبمنفردات ومصطلحات مختلفة مصطلحات خشبية جامدة عفى عليها الزمن قالها السيسي ومصطلحات ولغة إنسانية عصرية قالها ماكرون هذه الخلاف بين ماكرون و سيسي أما دلالات ما قاله السيسي فهي دلالات كثيرة جدا أول دلالة إنه هو لا يعترف بالقيم الإنسانية المشتركة وفيش حاجة اسمه قيم الإنسانية مشتركة لأن لديهم قيامهم الخاصة النبعة من الإسلام وهذا يعني ايه؟ فرض الاستثناء الإسلامي على العالم كله فرض الاستثناء الإسلامي مصطلح الاستثناء الإسلامي ده كان مصطلح طلع من سنوات طويلة أن العالم الإسلامي لأنهما غير متوافقين مع الديمقراطية، أكدوا السيسي، السيسي أكد فكرة الاستثناء الإسلامي الحاجة الثانية، اللي قالها خطيرة جداً في كلام السيسي لما بيقول أن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية معناه أنه بيحرد المسلمين في فرنسا على أن قيمهم الإسلامية أعلى من قيم العلمانية الفرنسية وبالتالي بزيد من التطرف والانفصالية، ده كلام خطير كمان معناه أن الدولة الدينية هي الأساس لدينا وليست الدولة المدنية وأن كل شيء مقايد بالشريعة معناه رفض ده بالتالي رفض مواصل حقوق الإنسان الدولية ورفض القانون الدولي المتفق عليه عالمياً معناه في كلام السيسي أن المعيار الذي يحكمنا كمسلمين محلي وليس عالمي خاص وليس عام ديني وليس مدني أنا ألخص معنى كلام السيسي في عبارة قوية جداً قالها الأستاذ عادل جندي مؤلف كتاب قال تعليق على كلام السيسي كلمة قوية جداً قال إن الإخوان المسلمين مهدي عاكف المرشد الإخوان المسلمين التز في مصر أما كلام السيسي فمعناه تز في الدولة الحديثة كلها باختصار معناه أن الإسلام يأتي قبل كل شيء وفوق كل شيء هذا هو يعني تلخيص لمعنى كلام السيسي نعم، المشكلة إنه لو يعني اعتردنا على هذا الكلام وأنا جاي يعني السؤال التالي هو إيه التبرير إنه القيم الدينية هي أعلى من القيم الإنسانية خليني أعود لسؤال يعني أي دين بيتكلم عليه السيسي ما هو لو عملنا القيم الدينية هي أسمى من القيم الإنسانية هل هو دين الإخوان ولا دين داعش ولا دين الصوفية من الأعلى؟ ما هو داعش أيضاً آمنت بسموه القيم الدينية أو الإسلامية على الأحكام اللي بسموها الأحكام الوضعية والإخوان أيضاً بيؤمنوا بسموه القيم الدينية على القيم الإنسانية طيب ليه سيسي ما تخليش الإخوان يحكموا بسموه هذه القوانين أو لي ما تخلوش داعش يحكموا بالشريع ما هي في هذه الحالة قوانينهم أسمى إذن دين من أولاً هم مش قدرين حتى يتفقوا على نوعية هذه القيم لكن خليني خليني يعني أتكلم على شيء آخر إيه تبرير السيسي لأعلاء القيم الإسلامية على القيم الإنسانية إيه إيه اللي قالوا في الكلام بنجد يعني هو المبرر الذي يسوقه لكثير من المسلمين مش السيسي بس نعم خليني هو قال تلات حاجات بتبرر أن القيم الدينية أعلى من القيم الإنسانية أول حاجة قال أن القيم الدينية إلهية وسماوية ومقدسة أما القيم الإنسانية فهي قيم بشرية إحنا عملناها وممكن نغيرها خلينينا ننقش كل كلمة من دول لأن كل كلمة من دول خطيرة جداً كلمة بالنسبة للقيم الإنسانية هو بيقول أنها هو متصور أن دي قيم بشرية لكن الواقع أن البشر هو نظمها ودونها في قوانين ومواصيك البشر لم يخترعها ولهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيقول يولد جميع الناس أحراراً ومتساوينة في القرامة والحقوق يعني هذه بيسموها في القانون الدولي في حقوق الإنسان الدولي الحقوق اللصيقة لصيقة يعني نازلة بالإنسان الحقوق الأصلية يعني نازلة بالإنسان مش معنى الإنسان خلقها الإنسان نظمها بس كمان إحنا نعرف أن القانون ما يسمى القانون الطبيعي درسنا ما يسمى القانون الطبيعي القانون الطبيعي ان الانسان اتولد حر القانون الطبيعي ان الانسان نزل ويريد تعظيم مصالحه ومنافعه الشخصية في حاجة اسمها القانون الطبيعي اتولد الانسان من غير ما حد يعلمه حاجة كان نازل بيها منها اغلب الحقوق الحق في الحياة ده حق الهي الله منحه للانسان يبقى ازاي ان احنا عملناه الحق في الحياة عملناه احنا ولا ربنا اللي ادالي الانسان طيب نيجي للموضوع القيم الانسانية كمان تتجاوز الاختلافات الدينية والأرقية واللغوية والتاريخية وكل اختلافات هي مشتركات بين البشر جميعاً ده القيم الإنسانية القيم الإنسانية تعال بقى للقيم الدينية وقال ثلاث كلمات خطيرة في القيم الدينية إنها إلهية سماوية مقدسة طيب أي دين وأي إله وأي مقدس أي دين أي إله وأي مقدس يعني في الآخر خالص هتلاقي إن السيسي بتكلم عن الإسلام على قيم الإسلام وعلى دين الإسلام يعني إذا عدت للإسلام الإسلام لا يعترف إلا بدينين فقط هما اليهودية والمسيحية ومسخ إيمانهم قال اليهود العزيز وقال المسيحيون المسيح ابن الله ومسخ كتبهم قال كتبهم محرفة يعني في الآخر خالص ما فيش دين إذا الدين عند الله الإسلام يعني السيسي بيعترف بدين واحد هو أصلاً دينه بيقوله إن الدينين اللي أنا معترف بيهم حرفوا كتبهم وحرفوا إلههم يعني طعن في إله الدينين وطعن في كتبهم يعني شرقهم تماماً المشكلة إنه 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 لو لو سلمنا بيعني تبريره إنه لا دي وضعها الإنسان ودي من الله فلذلك دي تعلو طيب مين سلم لك بأنه دي من الله أنت بتعتقد إنه من الله بس التانيين بقية الناس في العالم كله بيعتقدوا إنه هي أيضاً من وضع الإنسان يعني أنت نسبوك أنت بتفرد اعتقادك على الناس أنا أعتقد إنه هي من الله لذلك هي أعلى طيب ما إحنا بنعتقد إنه هي من البشر ولذلك نتأساوى مع باقي القوانين نشوف فقط أفضلها للناس مش إنه ناخدها ناخدها منك مسلمة يعني وده يقودنا إلى أي إله زي ما أنت قلت كل الآلهة مختلفة كل إله كل إله مختلف عن الإله التاني هل إله الإسلام زي إله المسيحية زي إله البوزية زي إله الهندسية ما دي أديان كبيرة في العالم أي إله يتكلم عنه السيسي أي إله في الآخر زي ما قلت لك طيب أي مقدس أي مقدس طيب الجهاد في الإسلام مقدس اللي هو دبح البشر وغزوهم هل ده قيمة هو دي قيمة في النهاية السيسي كان في النهاية بيصب إلى القيم الإسلامية هو بيتكلمه في ذهنه حاجة واحدة بس الإسلام هو في ذهنه حاجة واحدة بس الإسلام هو أثبت إنه إن خلافه مع الإخوان المسلمين ليس خلافا دينيا وإنما خلافا سياسيا أثبت إنه يتمنى رؤية الأظهر وعلشان كده مدح الأظهر في لقاءه مع مكرون قال الأظهر هو الإسلام الوسطي المعتدل إذا كان الأظهر هو الإسلام الوسطي المعتدل والسلفية هي الوسطية المعتدلة وكل ذلك المعتدل يبقى خلافك مع الإخوان المسلمين ليس خلافا دينيا وإنما خلافا سياسيا أنا يا أخ رشيد عملت جدول بسيط كده فرأت فيه المقارنة بين القيم الإنسانية والقيم الدينية القيم الإنسانية يعني في عجالة سريعة القيم الإنسانية قيم عامة أما القيم الدينية فهي قيم خاصة كل واحد بدينه قيم خاصة بكل دين القيم الإنسانية مشتركة بين جميع البشر أما القيم الدينية فهي مشتركة بين مجموعة من البشر وبالتالي القيم الإنسانية عالمية أما القيم الدينية فهي محلية القيم الإنسانية منضبطة لأنها مصاغة بشكل منضبط منضبطة أما القيم الدينية فهي غير منضبطة في الصياغات كل واحد بيفصرها شوفوا الفقه الإسلامي بيعمل إيه القيم الإنسانية تمثل التزاما إنسانيا مشتركا لجميع البشر أما القيم الدينية فهي التزاما على المؤمنين بها فقط القيم الإنسانية أقدم لأن الإنسانية وجدت قبل أن توجد الأديان أما القيم الدينية فهي الأحدث القيم الإنسانية هي أشمل أما القيم الدينية فهي أقل شمولة القيم الإنسانية تشكل قانونا دوليا أما القيم الدينية لا تشكل قانونا دوليا وأخيرا القيم الإنسانية واضحة ومتطورة ومفصلة أما القيمة الدينية فهي غيبية ويقينية كل دين في غيبياته وفي يقينياته وبالتالي هناك فرق شاسع بين الاثنين نعم طيب يعني الملاحظة أن السيسي لم يكن هو يعني الرئيس الوحيد الذي استخدم هذه اللغة الدينية والذي استخدم يعني الدين وزايد عليه حتى يعني يقنع أتباعه ويقنع المتنافسين معه على السلطة أيضا يعني ما كانش هو الرئيس الوحيد الذي قام بذلك يعني كيف استخدم غيره من الرؤساء هذه اللغة الدينية التلاعب بمشاعر الناس دغدغت عواطفهم استخدام لغة عامية بيرددها العامة من المسلمين من غير ما يعرفوا توابعها من غير ما يعرفوا عمقها من غير ما يعرفوا النتائج لو أخذنا كلامه بالجد ما هي النتائج على أرض الواقع شوفي أخ رشيد السؤال ده مهم جدا فيما يتعلق بالفكر الإسلامي والدولة الإسلامية منذ نشأتها في الصقيفة منذ النشأة في الصقيفة الدولة الإسلامية وأنا عملت معك حلقة اسمها هل يوجد نظام سياسي في الإسلام وقلنا أنه ما فيش نظام سياسي في الإسلام الخط الرئيسي للتاريخ الإسلامي كله كله منذ اجتماع الصقيفة حتى 2020 إيه؟ الخلافة والاستبداد والإمام المتغلب الإمام المتغلب من هو يتشوكته واجبت طاعته ده معناه إيه؟ معناه أن فيه حاجتين في الإسلام حسموا الجدل طول التاريخ القوة والدين القوة تغير والدين يبرر يعني الدين خادم للقوة وأنا هقول لك يعني أنا بسرعة كده في اجتماع الصقيفة كانت حاضرة القوة والدين الصقيفة الحاضرة القوة والدين القوة عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب حسم بالقوة من سيكون خليفة أما الدين بقى فلاعب برضو طلع أبو بكر وقال لهم الخلافة في كورايش يعني أنتوا ملكوش أي دور يا أنصار وعاوز يلغيها من عالي ابن أبطالب فقال لا تجتمع الخلافة والنبوة في بيت واحد يعني الدين القوة هي اللي حسبت الموضوع والدين برر طوال التاريخ الإسلامي كله كده القوة تحسم والدين يبرر ويبرر فبالتالي هذا هو الخط لو إحنا مثلا لقينا سليم الأول سنة 1517 لما احتل مصر سليم الأول عاوز هو داي جاي يحتل دول عربية مش فتح بقى ده دول عربية مسلمة كلها فعاوز يبرر بالدين وبالذات هيحتل مكة ويحتل المدينة ويحتل المناطق الإسلامية فجاب الخليفة العثماني اللي كان موجود العباسي آخر خليفة عباسي كان موجود في القاهرة وخده عشان يحول الإمبراطورية العثمانية إلى خلافة إسلامية يبقى هنا استخدم القوة هو حسن بالقوة ثم بعد ذلك برر بالدين وقفص على ضياء الحق في باكستان اللي هو انقلب على شخصية منتخبة ديمقراطية نزول فقار علي بوته وأعدمه لقى نفسه مهزوز ومش بحاجة وفاشل فراح اللعب بالدين ونام وصحي تاني يوم وقال إن الرسول ظهر لها في الحلم وبيبقي يبقي الرسول قال لي طبق الشريعة الإسلامية وخرب باكستان منذ أن ضياء الحق ضياء الحق وباكستان خربت تحولت إلى دولة دينية وتحالف مع وعين وزيرا من الجماعة الإسلامية رئيس الجماعة الإسلامية عين وزير وتحالف مع السعودية وطبق الشريعة وخرب باكستان هذه ضياء السادات في مصر السادات في مصر أول ما جاء على طوله لقى فيه طيار قومي وطيار ناصري وطيار شهوعي رئيس مسلم لبلد مسلم سمى نفسه الرئيس المؤمن ومصر دولة العلم والإيمان وخلى الخطاب الرئيسي له في مولد النبي وليس في العيد القومي للبلد لا في مولد النبي هو الخطاب الرئيسي وختم سنة 81 أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة والإخوان المسلمين والسلفيين كانوا بيقولوا كملوها يسكنها أقباط يعني الأقباط دول مجرد سكان لهذه البلد جعفر نميري نفس الكلام برضو كان رئيس انقلب على قبله ولما لقى نفسه فاشل وفاشل كتير فجر حرب في السودان وعمل قوانين الشريعة هي أسوأ قوانين ما تلغتش إلى سنة 2020 القوانين اللي أصدرها إنميري قوانين الشريعة لم تلغى إلى سنة 2020 شوف صدام حسين لما فاشل برضو خرب الدنيا بحرب مع إيران ثم غزو الكويت رحى ولقى نفسه كل حاجة مهزوزة تحت إيديه غير العلم العراقي وحط عليه الله أكبر وكتب الكرآن بدمه صدام حسين الوحش المتوحش ده كتب الكرآن بدمه القذافي حاوزي بملك ملوك أفريقيا طب أبقى ملوك أفريقيا إزاي لازم أحولها للإسلام أحول أفريقيا للإسلام في الأول وبعدين أبا ملك ملوك أفريقيا فضخ مليارات في أفريقيا أرشاوة حتى تحدث عن غزو أوروبا الغزو السكاني بالتوالد والهجرة كان بيعمل وحتى دعا للجهاد ضد سويسرا فاكر طبعا هو استخدم الإسلام في دعم الإرهاب دوليا وفي الرشاوة المالية كله ده عشان اللغة الإسلام وياخد شرعيته بالإسلام يا سيدي كل الرؤساء العرب وصولا إلى بشار الأسد يعني بشار الأسد الإسبوع الماضي وقف اللي هو خرب سوريا خربها تقريبا سوريا بشار الأسد وقف وقال السريانية تشكل خطرا على العروبة والإسلام في سوريا تخيل المجموعة السريان اللي هم ناس مؤدبين مسلمين اللي سندوه أصلا سندوه هو عاوز يتقرب من السنة وعاوز يتقرب من دول الخليج حاليا فبيقولك أن السريانية بتهدد العروبة والإسلام هل السريانية بتهدد العروبة والإسلام هل هؤلاء المسالمين في سوريا بيهددوا العروب وإسلام كله يعني كله بيلعب بالدين صحية صحية خلينا أنا أبدأ في أخذ بعض المكلمات حتى نشرك المشاهدين معنا في موضوع الحلقة ألو من معي؟ ألو 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 تفضلي ألو أيوة لحظة عم تسمعني؟ عم بسمعك تفضلي أهلين أخ رشيد أنا ريما من سويسرا شكرا لها الحوار الرائع في عندي سؤال ادخل رأسا بالموضوع نعم طبعا بالنسبة لل أنا بسمع أحيانا على المحطات الفرنسية وغيرها يعني باحشين مسلمين أخوانا المسلمين المعتدلين يعني يتكلمون عن أنه لازم يكون في يصير فيه إسلام تنوير مثل عصر التنوير يعني في أوروبا بس المشكلة أنه يعني يعني موحد لازم يعرف شو عصر التنوير في أوروبا هدف من التنوير في أوروبا مثل ما منعرف أنه هو التخلص من سلطة الدين يعني من الخضوع للدين لا حتى واحد لا حتى يروح استقلالية العقل يعني يعني لو عايزين نلخص التنوير في أوروبا واستقلالية العقل أنك ما تكونش تابع أنه السلطة العليا أنه العقل يعني العقل هو عنده السلطة ومتكونش تابع يعني فيه غلط فيه ناس بيفتكروا أن التنوير ألغى الدين لا ما ألغى جددين هو ثابت دين لكن قال لك السلطة هو التحرر من سلطة أيوة التحرر من رجال الدين من المؤسسة الدين ما تبقاش مع القطيع برافو برافو طيب يعني التحرر من سلطة الدين المبالغة في التسلط الدين لحتى نروح على قوانين الإنسان يعني الديمقراطية لكن التنوير في الإسلام ما فهم شو أفضل بالتنوير يعني الإسلام هو الخضوع وهو بالعكس التحرر من الإنسان ليروح واحد للخضوع يعني العكس للخضوع للدين الخضوع التام لله فياريت تعرفوا لنا شو تنوير في الإسلام الإسلام المتنور حلو شو قالك حلو أشكرك أشكرك على هذا الاتصال الرائع والمفيد أيضا أستاذ مجدي يعني أنت تعرف أنه في حواراتنا بعيدة عن الفضايات تكلمنا أنه لازم نعمل حلقة عن التنوير وكنا بنفكر يعني لأنه في في مفاهيم خاطئة عن التنوير لكن على العموم ممكن ندمج السؤال في حلقتنا ونتكلم عن أولا التنوير في الإسلام أه لا نعرف للناس أنا هجاوبنا على السؤال هجاوبنا تفضل تفضل لو بيعجالة لأن عندي لسا عندي أسئلتي يس بعجالة ما فيش تنوير في الإسلام ليه ليه أخر شيء العلاقة في الإسلام هي بين الإسلام بين المسلم وربه هي علاقة تعاقدية تعاقدية يعني كأنها عقد بينك وبين المسلم عشان كده بيسموا بيقولوا المسلم مكلف يعني تكليف المسلم مكلف مكلف إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون كتب عليكم القتال كتب يعني هتقتل هتقتل هتحارب هتحارب كتب علي فهي علاقة تعاقدية هو علاقة تعاقدية وطول الوقت كل شيء يقرروا كلمة المسلم مكلف التكليف الإسلامي نحن مكلفون في الأرض بالتالي هم ملهمش حرية حتى في الهداية حتى في الهداية المسلم غير حر في الهداية إله الإسلام بيقولك إن الله لا يهدي لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الكافرين لتنين دون في البقرة والله لا يهدي القوم الفاسقين في سورة المآدر إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار في الزمر إن الله لا يهدي من هو مسر الله، الله، أنا شايف أستاذ مجدي أنت صرت يعني متجدّر في الآيات الإسلامية، أنا اللي خلاص يعني دوري انتهى دلوقتي يعني. لا يا أخي رشيد، أنا مش متخصص في، أنا بتكلم، أنا بتكلم عن الإرادة الإنسانية، أنا مش بتكلم على الدين. إذن في نظرك التنوير، التنوير لن يصلح في الإسلام لأنه مختلف، باية الإسلام والمنظور الإسلامي والعفيدة الإسلامية مختلفين تماماً. وحاربوا العقل طول التاريخ. أصلاً عارفوا التنوير؟ بيقولك إن كانت بيقول إيه؟ إن النقد هو النقد عشان تنتقد حاجة هي أهم أداة بناء عرفها البشرية. شوفوا النقد في الإسلام بيؤدي إلى إيه؟ تتقتل على طول. مش بس استعمال العقل واستعمال العقل والعقل فوق كل شيء والعقل هو الذي أنت حر عقلك خر إرادتك خر أن تختار الدين أن تخرج من الدين. ولكن أيضاً أن تنتقد الدين لأن النقد هو أداة بناء للمجتمعات الحديثة النقد هو أداة بناء. لا، لا عقل موجود. السؤال اللي كان عندي طالما يا سعادة الرئيس السيسي الإسلام عجبك وأحكامه هي فوق القيم الإنسانية والقيم الإسلامية هي فوق. لا تقطعوا يد الصارق في ساحة التحرير حتى نشوفها، حتى يشوفها العالم طالما مقتنعين بهذه القيم. لا ترجموا الزانية في ساحة التحرير، لا تجلدوا الناس في ساحة التحرير أو أمام القصر حتى يشوفهم الناس، وما تأخذك بهم رأفة في دين الله، ما تعملوا كل الحدود الإسلامية، ما تعملوا مشاهد الصلب تصير في شوارع القاهرة وشوارع الإسكندرية، في كل الشوارع، وتوروا للناس الأحكام والقيم الإسلامية، طالما عجباكم وهي فوق، هل القيم الإنسانية هي اللي جابت هذه الأحكام، ولا أنتوا الآن خجلانين منها؟ ليه بتطبقوا السجن بدل القطع اليد؟ ليه بتطبقوا السجن بدل الرجم والجلد؟ ليه بتطبقوا الأحكام الإنسانية حتى في القوانين اللي في المحاكم؟ ليه ما بتعملوش بالقوانين الإسلامية؟ ليه ما ترموش المثليين من شواهق عمارات القاهرة؟ عشان القيم الإسلامية هي أعلى، طيب ما تعم، ما تورونا، ما تورونا علوها بتطبيقكم ليها، ما تكونوا منفدين، مش فقط بالأقوال، خلوكم بالأفعال أيضا، اثبتوا لنا هذا الأمر، ليه ما تعملوش غزو، ما تغزو البلدان المجاورة، ما تخلو أتيوبيا تدفع لكم الجزية، وهم صاغرون، ما تخلو جنوب السودان يغزوهم وجيبوا السبايا من عندهم ملك اليمين، حتى تورو للعالم أن القيم الإسلامية أسمى من القيم الإنسانية، طيب، أما الكلام فهو سهل، إيه رأيك الأستاذ مجدي لو نظرنا من هذا المنظور؟ لهم الحقيقة كثير من المسلمين يشعر بالعار من القيم دي، فبينكرها، ما يقدرش يقولها قدام الغارب، ما يقدرش يقول أن قمة قيمنا هي الحدود، قمة قيمنا الحاكم أساسي للقيم الإسلامية هي الشريعة، فوق كل شيء، وفوق القانون، وفوق حقوق الإنسان، هل يستطيع أن يقول هذا؟ هل يستطيع أن يقول أن الحدود جزءا رئيسيا وهما من الشريعة؟ عندما يقول هذا هو يشعر بالعار، وبالتالي اسمها سياسات العار والإنكار، سياسات العار تخليه ينكر أن ده موجود في دينه، وأن ده صلب الدين، صلب القانون الإسلامي، صلب القانون الإسلامي الملزم لكل مسلم، هذا، 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 مسألة لا يستطيع أن يجهر بها، لأنه في داخله بينكرها، بينكر وهيبرر التبررات وهي لشيء متفق عليه طول التاريخ الإسلامي، نعم، خلينا نأخذ مكالمة أخرى، ألو من معي؟ مرحبا أخي رشيد، مرحبا أخي يوسف، أهلا وسهلا بي، شون الصحة؟ أهلا وسهلا، تفضل، نرحب ضيفك الكريم لأستاذ مجدي، أستاذ مجدي أشرت في كلامك أنه المسلمين صدام أو بشار الأسد أو غيره، هل يقوم بها باسم الإسلام دا يسوي أنه القضايا، هسا عندك رجال طيب أردوغان دا يقوم بنفس العمل، الإسلام يريد إرجع إمبراطورية العثمانية، سؤالي إليك، هذولا مدى يعرفون أنه أكو دولة أمريكا دمرت اتحاد السوفيتي اللي كان أكبر قوة بالعالم، هذولا يقدرون ما يقدرون يتعاملون مع أمريكا، لأن أمريكا تدمرون يمت من تريد، مدى يفكر بيها هل هاي؟ هل ما كله حبوب مانع ذكاء؟ حتى ما يفكر، أم أكو شيء آخر، وأكون شاكر جدا. شكراً لك، شكراً، يعني أستاذ مجلي هو، أنت سمعت السؤال، إي رأيك؟ نعم، هو الزعامة الإسلامية تعمي، تعمي، هو فكرة المتخيل الإسلامي أنه كاد، أنه ممكن يبقى خليفة وأنه يعيد بعث الخلافة الإسلامية البائدة، اللي مش هترجع تاني إطلاقاً، العالم لا يمكن يقبلها، لا الصين ولا الهند، ولا مش بس أمريكا وأوروبا، الصين والهند ترفض تماماً حاجة أنه تبقى فيه حاجة اسمها خلافة إسلامية، شوف المسلمين في الصين تحت ضغط إيه؟ شوف المسلمين في الهند تحت ضغط إيه؟ أكبر دولتين في العالم، أكبر دولتين في العالم حالياً من ناحية السكان، هما الهند والصين، أكثر مسلمين متهدين في العالم، متهدين في الصين وفي الهند، هل يستطيع مسلم أن يفتح فمه وينتقد هذا؟ هل يستطيع أردوغان أن ينتقد الصين بكلمة وحيدة أو الهند؟ لا يستطيع، لا يستطيع، لأن هم بيستأسدوا على أوروبا، هم أولاً بيكرهوا المسيحية واليهودية، ثانياً مستأسدين على أوروبا وأمريكا لنفاه ديمقراطية، عاوزين يستخدموا الديمقراطية لتقويدها من الداخل، وتقويد الحريات باستخدام أدوات الحرية الغربية. أعتقد هناك مشكلة شوية في الصورة، لكن أتمنى أنك لازلت تسمعني. حتى السيسي يعني ممكن نوجه له نفس السؤال طالما أنك مقتنع بالقيم الدينية، ما تعمل، ما تخلي الخلافة نظام عوض أنه في انتخابات، هو الانتخابات جزء من الشريعة الإسلامية من الحكام الإسلامية، عوض أنه يكون في برلمان، ما كله ده مستورد من الغرب، بص أنا ما بحبش النفاق، ما حبش البجاحة، يعني واحد بكل بجاحة وبكل نفاق بيقول لك القيم الإسلامية فوق القيم الإنسانية. طب مين جاب لك الديمقراطية؟ مين جاب لك الانتخابات، الآليات؟ مين جاب لك البرلمان؟ مين جاب لك كل القوانين دي اللي بتستخدمها؟ اللي مكنتك أيضا مكنتك تمارس السياسة في بلدك؟ يعني هل يستطيع أن يلغي هذا ويعمل شورة زي عمر من الخطاب وزي أبو بكر ويعمل نظام خلافة؟ هل يستطيع؟ هو الآخر، الحياة أنه خدوا الهياكل الديمقراطية والآليات الديمقراطية وبوزوها، أنا عارف يعني فرغوها من المحتوى، فرغوها من المضمون، آه، لكن، لكن هل يستطيع رغم كل ذلك، رغم سوء استخدام الديمقراطية وكل هذا، هل يستطيع أن يقبل بنظام الخلافة؟ هو، هو لا يقدر، هو هو، لو يستطيع يفعلها، لو يستطيع أردوغان هيفعلها، لو يستطيع السيسة يفعلها، ولكنه يعلم أنها فوق مقدرته، وأنها في معارضة كبيرة من المجتمع الدولي، وبالتالي، ليس فقط عدم إيماناً بالكلافة، كلهم مؤمنين بالكلافة، ولكنه عدم استطاعها لإعادة الكلافة، طيب، دعونا نأخذ مكلمة أخرى، ألو، من معي؟ لو تسمعني من التليفون، الله يخليك، من التليفون فقط، ألو؟ أيوة، أيوة، رشيد، أيوة، أنا سامعة، أيوة، أنا سامعة، انتعال لهو، أيوة، أنا أتكلم من أسويت، أهلا وسهلا بك، أخي، أيوة، أنا بسأل سؤال، أنا بسأل سؤال، أحنا سامعين، تفضل سؤالك، ما هو القيم الإنسانية، اللي بتحدث عنه، ممكن تعرف لنا القيم الإنسانية، إيه، إيه، ومن أين مصادر هذا القيم الإنسانية؟ حلو، حلو، سؤالك حلو، حلو، أستاذ، أستاذ مجدي، يعني، 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 عايزين تعرف لنا القيم الإنسانية، وضدولنا أمثلة ومصادر القيم الإنسانية، حلو، حلو، سؤالك حلو، طيب، أستاذ مجدي، عرف لنا، أعمل، أعمل نوع من التعريف، إيه هي القيم الدينية الإسلامية؟ إيه هي القيم الإنسانية؟ من وين مصدر دي؟ دي بنعرف مصدرها، القرآن والسنة، دي من وين مصدرها ونعمل لنا شوية مقارن حين نتكلم عن القيم الإسلامية نتكلم عن القيم الإنسانية ونقول مصدرها ونقارن بينهم ماشي طيب القيم طبعا مش هنقدر نلخص كتير من القيم الإسلامية لكن هلخصها لك في عدة نقاط في القيم الإسلامية أول حاجة حقوق الإسلام تعلو على حقوق الإنسان حقوق الإسلام مش أنا قلتش المسلم هنا الإسلام لأن المسلم في خدمة الإسلام في الإسلام المسلم في خدمة الإسلام مكلف لخدمة الإسلام فحقوق الإسلام تعلو على حقوق الإنسان الحقوق والواجبات للمسلم كلها تنبع من الشريعة هو مصدر حقوقه مصدر واجباته تنبع من الشريعة الدولة الدينية مش بس أوامر ونواهر الفرض ولكن للمجتمع وللحكومة ده الدولة الدينية الإسلامية الجماعة وليس الفرض هي الوحدة في الإسلام السيادة لله وليس السيادة للشعب دي القيام الإسلامية المسواه والعدالة في الإسلام للمؤمنين وليس للمواطنين وحتى داخل المؤمنين هناك اختلاف بين مؤمن ومؤمن هناك اختلاف بين الحاكم والمحكوم هناك اختلاف بين العبد والحر هناك اختلاف بين المرأة والرجل هناك اختلاف بين الوعز والموعوزين الشيوخ والآخرين من قيم الإسلام أيضا من قيم الإسلام دي من قيمة أصيلة في الإسلام مش الجامعات الإسلامية اللي اخترعتها أسلامت كل شيء أسلامت العلوم والاقتصاد والفنون والأداب والطب والأطعمة والملبس وكل شيء دي قيمة من قيم الإسلام ومن ذلك والتالي هذه هي القيم الإسلام أن الشريعة أن المسلم مكلف بالشريعة خاضع للشريعة وأن الدولة الإسلامية هي الأساس وأن القانون لله والسيادة لله وكل شيء لله والمسلم مجرد ترس في خدمة الإله وفي خدمة الإسلام هذه هي القيمة الإسلامية وأتحدى حد يقول لي فيه قيمة إسلامية غير كده نمر للإنسانية تعال للإنسانية تعال للإنسانية وهقارنهم على فكرة في مقارنة عملها المسلمين نفسهم وهوضحها لك دلوقتي القيمة الإنسانية مصدرها الخالق أن الناس كلها اللي خلقنا الإله اللي خلق البشرية آدم اتخلق الإنسان يولد الناس جميع الناس أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق يبقى بالتالي أن هذه مصدرها طبيعي مصدرها أصيل مصدرها مع البدء مع بدء خالقة الإنسان ولد بها الإنسان وحتى لو ما كنتش تؤمن حتى لو ما كنتش تؤمن بخالق هي مولودة مع الإنسان أنت مولود بها كإنسان حتى لو ما شاوت قй مولاك حريات لصيقة لصيقة بالإنسان عشان كده زي ما قلت لك يسموها حقوق لصيقة طيب من اللي يجسدها لنا على الأق vinden participated على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي اتعمل في 10 ديسمبر سنة 48 أنا هتكلم على الإعلان الإعلامي لحقوق الإنسان في دقيتين والإعلان الإسلامي في دقيتين وهيبين لك أن الإعلان الإسلامي هو النقيد الإعلان الإعلامي الاعلان الاعلامي فيه 30 مادة الاعلان الاعلامي لحقوق الانساني اول مادة بتقولي يولد جميع الناس احرار ومتساويين في الكرامة والحقوق زي ما قلنا كل الناس اتولدوا احرار اتولدوا متساويين في الكرامة والحقوق القرامة تسبق الحقوق طيب بعد كده ايه الحق في الحياة الحق في الامان المساواة امام القانون الحق التملك حق الجنسية حق التنقل حق حق المشاركة السياسية حق العمل حق التعليم الحق في حرية العقيدة والفكر والوجدان حق الرأي والتعبير وبعد كده اخر مادة في الاعلان الاعلامي لحقوق الانسان المادة 30 قالت ايه قالت ان كل المواد اللي موجودة دي كلها لا تستطيع لا يمكن تأوي لها سواء من فرد او من جماعة او من دولة بما ينتقص من هذه الحقوق الواضحة الصريحة يعني حقوق ما تتأولش على الاطلاط حقوق واضحة ده دي القيم الانسانية اللي تجسدت في هذا الاعلان الواضحة انا قلتلك القيم الانسانية واضحة واضحة ومحددة تعال القيم الاسلامية الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان اللي تعمل اسمه اعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام اللي تعمل سنة التسعين بيقول ايه هيقول لك مادتين برضو المادة الاولى والاخيرة وهتعرف الفرق المادة هو 25 مادة مش 30 مادة المادة الاولى اسمعي اخ رشيد عشان الناس تسمع كمان وتعرف ادي هي القيمة الاسلامية بيقول لك البشر جميعا اسرة واحدة كلام نظر ماش ماش جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم البشر كلهم العبودية لله طبعا كلمة مهملهاش معنى شوف بقى شوف الكلام الخطير بقى انه مالهمش حقوق في الاسلام ومتساوينا في اصل التكليف والمسئولية مالهوش حقوق البشر متساوينا في اصل التكليف والمسئولية شوف بقى وان العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو الكرامة الانسانية عن طريق تكامل الانسان يعني بمعنى انه ليست هناك كرامة بدون الاسلام العقيدة الصحيحة وطبعا طبعا يعني البشر منهمش كرامة ان اكرمكم عند الله اتقاكم وطبعا الكافر غير تقي في نظر المسلم ادي 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 القيام الاسلامي وفي اخر مادة بقى في المادة 25 من العنان الاسلامي بيقولين الشريعة الاسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير او توضيح اي مادة من مواد هذه الوصيقة يعني الفقه الاسلامي هو اللي بيفصر لك كل هذا يعني بس مش مقيدة مش مقيدة بالشريعة الحقوق ولكنها تفسر وتوضح بالشريعة هذه القيام الاسلامية وهذه القيام الانسانية وهذه مصدرها ايه وهذه مصدرها ايه واضحة جدا وطبعا القيام الانسانية احنا عارفين كيف الصيغت انه من الحضارة الغربية التي قلنا مرارا وتكرارا ان الحضارة الغربية مرتكزة على ثلاث اسس على الفلسفة اليونانية والقانون الروماني والارت اليهودي المسيحي الجديو كريسيان بيسموه الجديو كريسيان هيريتج يعني الارت يعني المرجعية الاخلاقية هو الارت المسيحي اليهودي المرجعية القانونية ابتدأت بالقانون الروماني المرجعية الفلسفية هي الفلسفة اليونانية من هذه الركائز صيغة حقوق الإنسان وصيغة الحضارة الغربية بينما في الإسلام هي مصدرها الشريعة بما فيها القرآن والسنة والتاريخ الإسلامي والفقه كل هذا اللي بيسمى التراث الإسلامي واستفادت الحضارة الغربية من مراس الإنسانية المشترك في دراسة الأخطاء اللي وقع فيها الإنسان والمطبات وصارت هذه الإعلانات الدولية الرائعة التي تمثل تراساً مشتركاً للإنسانية المسلمين بس اللي بيرفضوها العالم أغلب العالم بيقبلها على فكرة لا يطعم فيها المسلمين بيطعنوا فيها يعني إيه بيطعنوا فيها يعني دولة زي السن ممكن لا تنفس شيئاً من الموثيق دولة زي الهند لكن لا تطعم فيها اللي بتعنوا فيها المسلمين المسلمين حاولوا أن يقيموا أمامية إسلامية يعني عملوا منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وعملوا زي سندوق النادي الدولة عملوا بيت المال الإسلامي والبنوك الإسلامية وعملوا المنظمة الإسلامية للعلوم زي المنظمة اليونسكو بتاعة العلوم ده حتى يا أستاذ مجدي لما بيقبلوا بعض القوانين مثلاً حرية المعتقد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيحطوا تحفظ بما يتوافق مع الشريعة في الأخير بيلغوه بيحطوا تحفظ يعني مثلاً بيقول لك نعم لحرية العقيدة لا لحرية الردة أصلاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيضمن تراجع الإنسان عن أي معتقد دين اللي بيسموهما ردة ده هم عملوا ثلاث مراحل يا أخ رشيد المرحلة الأولانية أنه هم قيدوا كل الحقوق اللي حط اللي مضوا عليها بالشريعة بيقيد الشريعة وبالتالي تفريغها من مضمونة نمر اتنين راحوا عملوا أممية إسلامية كاملة موازية للأممية وإعلانات وإعلانة الطفل في الإسلام ومحدش اعترف بيها يعني في الأخير ومحدش اعترف بيها اللي هم طبعاً وبعد كده راحوا اختركوا المؤسسات الدولية من الداخل عشان يقودوها من الداخل والآن يحاولون فرض حاجة خطيرة أن قيم الإسلام تعلق على القيم الإنسانية عاوزين يفرضوا على الإنسانية مراسهم اللي هو المتخلف المتطرف اللي هو ضد الإنسان وضد كرامة الإنسان وضد حقوق الإنسان وضد إنسانية الإنسان عاوزين ينقلوا هذا التراث ويخلوه تراث للعالم عاوزين يقيدوا العالم مش يقيدوا نفسهم داخل بلادهم بقييد الشريعة لا عاوزين يقيدوا الغرب بقييد الشريعة يعني يحطوا في المواثيك الدولية لا نحن نجرم إصدراء الإسلام نحن نجرم مش عارفة تجريم كلمة الإسلام ما هو الإرهاب تجريم الإرهاب الإسلامي هم عاوزين يفرضوا على الغرب الحر كمان قوانينهم الداخلية المقيدة للإنسانية كما قلت لك هذه المصيبة نعم في ما هي الإنسان سابقة الأديان تقول أنا معرفش ما هي الإنسان يمكن عايزة تقول ما هي الإنسان أو شيء من هذا القبيل لكن هي تقول القيم الإنسانية هي الأصل لأن الإنسان سابق للأديان كما قلت حضرتك فإيه تعليقك عليها طبعا طبعا الإنسانية وجدت قبل أن توجد توجد الأديان وبالتالي هو ولد بها الإنسان هي حقوق لصيقة وحقوق أصيلة وحقوق قديمة قدم الإنسان ذاته نعم قديمة قدم الإنسان رويدا نابلسي تقول السيسي لا يمثل إلا المشركين ولا يمثل المسلمين أي تعليقك عليه؟ السيسي يمثل الإسلام الصحيح وهو إنسان مؤمن محافظ مسلم لا يختلف عن الإخوان المسلمين إلا في الصراع والتنافس على السلطة فقط لا غير أما أفكاره هي أفكار خليط من إخوانية على سلفية على صفية هي تمثل الإسلام في تطوره في تاريخ تطوره نعم في فوق مستواك ونسمي نفسه فوق مستواك يقول الإسلام هو خير الأديان طبعا قصده أنه لذلك يعلقه على باقي القيم يتعليقك عليه ده يعني عنده لكن عند البشرية الناس شايفة حاجة مختلفة تاني أنه شايفة أنه خطر على على البشرية مش مش القيم الإسلامية خطرا على البشرية وليست فوق البشر خطرا على البشر هل لنا نأخذ مكالمة ألو من معي لو تسمعني من التليفون أهلا وسهلا تفضل أخي رشيد أنا أوكي لها ملحوظة بسيطة في عجالة كده تقريبا من 30 سنة أو أكتر كانوا الشباب التعصين كانوا ويجوا مصر وينتشروا في البلد كلها فلاحظت أن هما آآ في بلد سماع بنيات كان فيها سماعة آآ سماعة الأساسات وكانوا شباب صغيرين عشرين سنة وقال فكانوا بيتعلموا خدت بالك وكانوا بيتعلموا حتى ممكن كانوا يطعوا فلوس عشان يتعلموا المهندين بعدين كانوا يرجعوا لبلادهم تاني ينقلوا الحضارة اللي تعلموها إلى بلادهم بينما المسلمين اللي بيطلعوا برة كويس عايزين نقلوا الحضارة اللي هما تفشلين منها يطبقوها في مع الدول اللي أوروبية أو الأمريكية وفي نفس الوقت ما فيش حد منهم رجع يتعلم في برة في أوروبا أو أمريكا ويتعلم شيء ورجع نا فيه عشان ما نقولش ما فيش حد يعني في البعض يعني في السنة يعني كان الدكرة كما يقول الدكتور مجد يحقوب الدكتور أحمد جويل يعني فيها أقلية جدا لكن الأغلبية كل بيروح وهربا منها من بلاده صحيح وديم لحظة وديم لحظة مهمة يعني إيه تعليقك يعني فيه ناس كتير يعني لو كانت نجحة القيم الإسلامية ما كانت بقية الخلافة يعني فين السبي فين الغزو فين الحدود فين الرجم فين كل هذه الأمور فين العبودية يعني أجبرهم المجتمع الدولي على إلغاءها ما هو لو كانت نجحة كنا شفناها يعني إيه اللي أنتجته لنا وهذا نطبقه على المستوى الجامعي والمستوى الفردي الاتنين يعني أنا مع تعفزه على كلمة الحضارة دي الإسلامية ما فيش حضارة إسلامية فيه إمبراطورية عربية إسلامية وهناك فرق شاسع ما بين الإمبراطورية وما بين الحضارة لو في حضارة كانت سيغط لنا قيم حضارية وإحنا بنتكلم على قيم كلها بتمتهن الإنسان فأي قيم حضارية ممكن لها هم بيحاولوا هم كما قلت لك أن المسلم هو مسخر لخدمة الإسلام فأينما ذهب يخدم الإسلام هذا هو هو التعاقد بتاعه أنه مكلف بخدمة الإسلام أينما ذهب فبالتالي الشيوخ يقولون له أينما ذهبت لأي مكان تحمل إسلامك معك لأنك مكلف بخدمة الإسلام هذه هذه المسألة نعم طيب أستاذ مجدي هل تتوافق القيم الإسلامية مع القيم الإنسانية؟ باختصار بوضوح بكل وضوح بوضوح لا تتوافق لمع العلمانية ولا العلمانية ولا الديمقراطية ولا الحريات الشخصية ولا الحريات الدينية ولا حقوق الإنسان ولا حكم القانون المدني ولا التنوير ولا العقلانية ولا المواطنة ولا حقوق المرأة ولا الأقليات ولهذا يرفضون القيم الإنسانية لأنها تمثل النقيد للقيم الإسلامية لو ما تمثلش النقيد للقيم الإسلامية ما كانوش رفضوها أنا عندي بوست كبير كده توضح هذه القيم الإسلامية وتشوفها سامية ولا مش سامية زي ما قال الرئيس السيسي هل القتل أخلاق؟ هل فرض الجزي أخلاق؟ هل نكاح السبايا أخلاق؟ هل نكاح الجواري والعبيد أخلاق؟ هل الزواج بأربعة نساء دي قيم يمكن تصدرها لخارج؟ هل قتل أسر الحرب دي أخلاق؟ هل قتل المرتد أخلاق؟ هل ضرب المرأة أخلاق؟ هل غزو الآخرين أخلاق وسلبهم ونهبهم؟ هل لعن الآخرين وشتمتهم كل يوم في الصلواتهم دي أخلاق؟ هل إسلم تسلم دي أخلاق؟ ولا دي عدوان؟ هل تشبيه الآخرين بالحيوانات؟ هل دي أخلاق؟ هل المرأة تهب نفسها لرجل متزود دي تمثل أخلاق؟ ممكن ننقلها للآخرين؟ هل اتهام المرأة أنها ناقص عقل ودين دي أخلاق؟ هل جئتكم بالزبح دي أخلاق؟ هل تدمير أماكن العبادة لغير المسلمين دي أخلاق؟ هل توزيع المراس بشكل غير عادل بين المرأة والرجل دي أخلاق؟ هل قتل الرجل والزواج من بنته في نفس اليوم دي تمثل أخلاق؟ هل من يبيح الكسب أخلاق؟ هل من يبيح الشتم أخلاق؟ هل إهدار دم وقتل من يشتم الرسول؟ دي ممكن أخلاق نصدرها للخارج؟ هل ضرب الأطفال لإجبارهم على الصلاة دي أخلاق؟ هل التدخل في الأمور الداخلية للأديان دي أخلاق؟ هذي ليس هذي 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 أوامر الانواني أسئلة مهمة جداً واحد لازم يفكر فيها لكن البعض بعض الباحثين المسلمين بيقولوا لا مقاصد الشريعة تتوافق مع القيم الإنسانية العالمية حفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ كل هذه الأمور خلينا نتكلم على خلينا نتكلم على مقاصد الشريعة هم خمس مقاصد البعض بيقول ستة والبعض بيقول خمسة لكن مش مشكلة خلينا خلينا في الخمسة المشهورين حفظ النفس والعرض والعقل والدين والمال ماشي؟ طيب تحفظهم إزاي؟ كلام عام تبتيجي تحفظهم إزاي؟ هتحفظ النفس بالقصاص والدية وحد الحرابة أدي بتحفظ ده بتحفظها بالأدوات دي بتحول البشرية إلى مجزرة حفظ العرض اللي هو حد الزنا وحد القصف تحفظ عرضك بحد الزنا وبحد القصف حفظ العقل بحد شارب الخمر فرضوا حد شارب الخمر حفظ الدين بحد الردة حفظ المال بحد السرقة وقطع يد الزرق يبقى هذه اللي بيتكلموا عليهم حفظ 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 أما تحفظهم إزاي؟ فحولوهم إلى عبارة عن مسلخ أو سلخانة زي ما بيقولوا مجزرة تقطع اليد وتقطع العين وتفقى العين والرجل وخلاف وتجلد وتعمل هل هل دي قيم؟ هل 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 مقاصد الشريعة اللي بتكلموا عنها؟ ومقاصد الشريعة وكيفية تحقيق مقاصد الشريعة؟ أدوات تحقيق مقاصد الشريعة؟ إذا كانت القيم الإسلامية فوق القيم الإنسانية لصرنا نرى في ساحة الشنزليزي صرنا نرى القتل والقطع والرجم والصلب عواصم العالم ستصير سلخانة كما قلت حضرتك يعني بدل من نستزورها للسياحة نصير نتصور مع واحد معلقين في عنقه يد مثلا وده هو التاريخ الإسلامي إذا كانت القيم الإسلامية أعلى فلازم عواصم العالم تكون تبدو هكذا من سيريد عالما كهذا؟ من سيريد الذهاب إلى عالم كهذا؟ هذا هو السؤال الجهوري وعلى فكرة أخر راشيل أنا وإنت تشاركنا في حوالي عشر حلقات عن القيم تحديدا القيم الإسلامية يعني لو أنا أتذكر حلقات عملناها مع بعضين هل تسلح الشريعة للعالم المعاصر؟ هل يقدم الإسلام نظرية للحكم؟ هل تسلح الخلافة الإسلامية كنزان حكم؟ الإسلام والديموقراطية عملناها مع بعضين الإسلام والعلمانية الشريعة والدستور الأمريكي وضع الأقليات تحت حكم الشريعة كل هذه حلقات مفصلة عملناها أنا وإنت في البرنامج بتاعتك وفيها تفصيلات للقيم الإسلامية وكيف تشكل هذه القيم نقيضا للقيم الإنسانية؟ هل هناك عقدة إسلامية تجاه القيم الإنسانية والمواطق الدولية؟ لأنها جاية من الحضارة الغربية اللي تمثل العدو الرئيسي أو بسميه أنا العدو التقليدي للدولة الإسلامية للخلافة الإسلامية لأن العدو التقليدي هو اليهود والمسيحيون يعني فهل هل هناك عقدة تجاه هذه وهي اللي بتفسر السبب تجاه هذه القيم الإنسانية لأنها مولودة من الحضارة الغربية؟ مية في المية في عقدة كبيرة لخصها المفكر الإسلام التنويري الكبير العفيف الأخدر الراحة لله يرحمه لخصها في كلمة واحدة اسمها الجرح النرجسي الإسلامي نرجسيتهم مجروحة عجبتني عجبتني جدا الجرح النرجسي الإسلامي حلو وكان العفيف الأخدر كان بيكررها تقريبا في أغلب مقالاته لأنه هو بيقول أنه بتفسر كل سلوك المسلمين وبيقول لأنها عميقة وغائرة عميقة وغائرة تمثل إيه؟ تمثل اضطراب في الرؤية هو عنده نرجسية تب ديني الأعظم بس ديني مالوش قيم حد موافق عليها فتمثل اضطراب في الرؤية شيزوفرينيا في التصرفات أنت تلاقي تصرفات فيها شيزوفرينيا منطق مقلوب يكلمك بمنطق إسلامي وهو منطق أعوج مش عارفه بتعرفش تمسكه من حتة الحيرة الدائمة لدى قطاع كبير من المسلمين هم عندهم هذا الجرح النرجسي ده بيزداد التهابا عندما يدركون أن قيم الحضارة الغربية اللي انت قلت أنها مأخوذة من القيم المسيحية هذه تمثل مشتركات إنسانية الآن مقبولة من العالم هنا يزداد الجرح النرجسي التهابا وهياجا وكأنهم يقولون لماذا لا تكون القيم مأخوذة من عندنا لماذا لا يتبنى العالم قيمنا إحنا ما معنى الحضارة الغربية يا أخي رشيد يا أخي رشيد عندما يمكن تخيل طرح السؤال على سيد المسيح أيهم القيم الدينية ولا القيم الإنسانية أراح المسيح قال إيه جوع للإنسان لأجل السبت جوع للسبت لأجل الإنسان السبت سوري إنما جوع للسبت لأجل الإنسان للإنسان لأجل السبت للإنسان لأجل السبت يعني كل شيء مخلوق من أجل الإنسان وقرمة الإنسان قال اعطوا مالي كيسر لكيسر ومالي الله لله قال احبوا أعدائكم صلوا لأجل الذين يسيون عليكم قال كل البشر أقرباء وإخوة وإنت اعمل افعل الخير للجميع في مثل السامر الصالح أنا كتبت قبل كده أن المسيح هو مؤسس النادي الإنساني لأنه ارتقى بإنسانية البشر ارتقى بإنسانيتنا إذا اتبعنا تعليم المسيح سنرتقي بإنسانيتنا إلى أعلى أعلى مستوى عند هذا الموضوع يلتهب الجرح النرجيسي الإسلامي أكتر عندما يدرك سموه هذه القيم المسيحية وسموه القيم الإنسانية المأفوزة منها يدرك الجرح النرجيسي يحصله هياجان بيحصل هياج في الجرح النرجيسي الإسلام هذه الحقيقة أنا أشكرك وأستاذ مجدي على المشاركة في هذه الحلقة وأشكر كل المتصلين واللي شاركوا على الفيسبوك نقاشنا حيستمر على مواقع التوصل الاجتماعي وأنا أنصحكم يعني بالاستمرار في مناقشة هذا الموضوع لأنه سيغنينا جميعا من ناحية الأفكار ومن ناحية احترام الآخر أشكرك لأستاذ مجدي شكرا آخر رشيد وشكرا لمستمعيك وشكرا لمتابعينا اللي يؤمن وأنا فقط بقولهم اعمل عقلك استعمل عقلك كن شجاعا كن شجاعا واستخدم عقلك استخدم عقلك وشوف أشكرك أشكرك أشكر المشاهدين أنا ما كان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بنامات الرأس اشكركوا في القناة اشكركوا في القناة